الشيخنا كثير من الأسئلة وردت على تويتر وعبر الأوراق استفسرون عن ضبط الحفظ وخصوصا ضبط المتشابه وهذه أحد التغريدات التي وصلتنا يقول أنا أحفظ القرآن وكلما أحفظ جزء أنسى الجزء الذي قبله أريد نصيحة لتثبيت الحفظ وما هو أفضل وقت الحفظ وجزاك الله خير طبعا هو ضبط الحفظ كما ذكرت في الكنامة السابق وهو قضية التكرار لن نجد مثل طريقة التكرار التكرار لكن هناك طرق يعني لضبط المتشابه في القرآن من ضمنها غير التكرار يعني بعد التكرار من ضمنها قضية مقابلة المقاطع المتشابهة بعضها ببعض تقابلها يعني الآن أنت مثلا أشكلت عليك قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم هذه في سورة العراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم أول الأسور المتبقية تجد أنها قال آمنتم له ما فيها لا فرعون ولا فيها به فيها له قال آمنتم له طب أنت تشك لما تجي سورة العراف قال آمنتم به ولا آمنتم له ولا قال فرعون أنت قابل هالمقطع بهالمقطع تجد أنك لما تقابل مقطع سورة العراف بالبقية تجد أنها كلها قال آمنتم له حتى أحيانا وأعرف الطريقة سواها كثير حتى من الحفاظ أن أحيانا عندك خمسة مصاحف للمقطع يسر متكرر هنا وهنا 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 فأنت تجد قابل المقطع هذا مقطع هذا مقطع هذا مقطع تشوف هذا مقطع عشان تعرف الفرق هذا وش فرق هذا المقطع هذا فتشوف في الأخير قال آمنت قال فرعون وآمنتم به ما في إلا وحده اللي في سورة في سورة العراف وبقية القرآن كلها قال آمنتم له بدون فرعون وبدون له أيضا كذلك وسخر الشمس والقمر إلى أجل مسمى كل القرآن سخر الشمس والقمر لأجل إلا وحده سورة لقمان وسخر الشمس والقمر إلى أجل مسمى مقابلة هذه تعين أمر الثالث من ما يعين أيضا كذلك مجالسة الحفاظ مثلما تجلس مع الحفاظ وسواء كانوا مشايخ أو قراناء لك يعني في سنك وتتكلمون في الحفظ وفي المتشابه تجد أني أذكر مرة من المرات كنا يعني جلسنا في مجلس وكان فيه كثير من أهل من أهل القرآن فكان من ضمن الموجودين الشيخ عادل كلباني حفظه الله فجاء موضوع سورة الأعراف وسورة الهود وفعلا بينهم تشابه كبير بين سورة الأعراف وبين سورة هود تشابه كبير جدا يعني لأن قصص متكررة حتى لدرجة أنك تجد أن القصة يعني مثلا قصة شعيب تجد حتى في نفس المكان في المصحب نفس مكانها وإلى مدينة خام شعيبا وهذه إلى مدينة خام شعيب في نفس المكان فتكلمنا عنها يعني كيف نضبط القصص هذه لأن هنا حتى فأصبحوا في ديارهم جاثمين وهنا فأصبحوا في دارهم جاثمين متى وش الصورة اللي فيها الصيحة وش الصورة اللي فيها الرجفة قال لنا الشيخ عادل فائدة قال صورة الأعراف تقوم على الإختصار أي آية تشكل عليك شفوا شيء المختصر منها وخذه ما لون يعني في ديارهم ولا دارهم وش الأخصر ديارهم ولا دارهم دارهم فأنا مباشر إذا صرت صورة العراف وشكيت هي ديارهم ولا دارهم مباشر أخذ الأخصر منها تصير دارهم تصير دارهم فهذه مثل هذه القاعدة هذه من وجهت من المدارسة لما جلسنا ندارس النوهل القرآن استفدتنا هذه الفائدة وهو مثلا تعطيه مثلا فائدة أنت مثلا وصلت وصلت لها هذا كلها مما يعين على ضبط القرآن